ايها الحفل الكريم متابعين الاعزاء مستمعين الا فاضل احيي بكم وارحب بحضراتكم من جديد في انطلاق جديد من انطلاقات الخير والبركة وشوطن الثالث عشر الذي انطلق قبل قليل حاملا منافسات الزمول المحليات الاصيل منفئة الانتاج نتمنى التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين والمنتجين في هذه الاشواط لننطلق بانطلاق مميز بتحدي مميز بانطلاق هنا مع المركز الاول شاهين محمد بن طبازة بالدودة العامري من يتصدر الغائمة ويتحرك على المركز الاول بينما المركز الثاني المسكة لسيف بن حمد بن قناصة العامري يتواجد مع المركز الثاني نقلتنا الى المركز الثالث فمن اجد هنا الحضور هنا الانطلاق من امطيلان لعبد العزيز بن سالم بن علي الكتيريات مع المركز الثالث بينما المركز الرابع فوصل وتقدم هنا مع هذا الاندفاع الجميل هذا هو الغادم في هذه اللحظات ما يخاف سويدان بن عبد بن سويدان العامريات هنا في هذا المستوى الجميل وفي هذا الانطلاق بينما المركز الخامس عواصم للدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري بينما المركز السادس اسراب محمد بن علي فروض المنصورية مرحبا باسراب ومرحبا بمالك اسراب في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق الجميل هنا في هذه المنافسة الجميلة نتمنى التوفيق لك ونتمنى التوفيق ايضا لجميع المشاركين في هذه الاشواط المتميزة والرائعة والجميلة من تقدم من تحرك من نافس من وصل القفاية للدحبة بن قنازل بن حمرور العامري يتقدم ايضا ويتحرك بينما هنا المنافسة الجميلة مع بشار عبيد بن خميس بسم المنصوري يتقدم مع بشار ويتحرك بمستوى وبانطلاق رائع مشاكل ايضا سيف بن مصبح بن بطر الاخ يلي وتحرك ايضا النداوي النداوي للعثة بالخزع بالعثة العامري وعاشر المراكز هنا الاسماء المتحركة والباحثة عن الفوز والانتصار الذي يطمح ويطمع له الجميع في عالم السباقات في المنافسة الجميلة هذا المختبر لمبارك بان عبدالله بن منينة الشامس يتحرك ويتقدم بالمختبر لكني بعود لكني بعود الى المركز الاول الى الصدار عود الى المقدمة هنا مع شاهين محمد بن طبازة بالدودة العامري يتقدم هنا بينما المركز الثاني من يتقدم على المركز الثاني ويتحرك المسك ليقدم لنا المسك سيف بن حمد بن قناص العامري يتحرك بالمركز الثاني بينما انتقل الى سراب سراب هنا هذا الاسم الجماهيري الكبير يتقدم ويتحرك بمستوى كبير محمد بن علي بالروضة المنصوري يتقدم بالروضة يقدم لنا هذا المستوى الكبير وهذا الظهور المميز على المركز الثالث انتقل الى امطيلان واتحرك مع عبد العزيز بن سالم بن علي الكثير ياتي هنا ويتقدم بالمركز الرابع نقلتنا الى المركز الخامس الى ما يخاف الى ما يخاف القادم لسويدان بن عبد بن سويدان العامري يتحرك ويقدم لنا ما يخاف في هذه المعركة في هذا المستوى في هذه المنافسة الجميلة العملاق المتميزة المعركة الطاحنة ما بين الزمول المحليات الانتاج هنا منفيات الانتاج من القوة الكبيرة بنوك المستقبل ابداع 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 من هذه المنافسة الجميلة تشتد وتشتد المعركة لتظهر الاسماء الكبيرة والشهيرة لكني بعود الى المركز الاول اعود الى الصدار الى شاهين محمد بن طباز بن تود العامري يتقدم ويتحرك بن طباز يقدم لنا يقدم لنا شاهين ولكن اسراب بالراض قادما مع محمد بن علي بالراض المنصوري يقترف رويدا رويدا من المركز الاول تجاوز الاسماء وغير الى المركز الثاني ليقدم ليتقدم بمستوى كبير بابداع جديد بظهور مشرف في هذا الموسم انتقل الى المركز الثالث الى ما يخاف سويدان بن عبيد بن سويدان العامري اغترب ما يخاف وبدى يتقرب رويدا رويدا من المراكز المتقدمة في هذه المعركة المعركة الطاحنة المعركة الطاحنة ما بين الزمول ولعت المنافسة ولعت ولعت المنافسة ولعت ما بين الاسماء الغوية الواصل بشار عبيد بن خميس بسم المنصوري يتقدم مع بشار ويتحرك ولكن العودة خلاص 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 شاهين يقرد خارج السرب يقرد خارج السرب ويطير ويصفق بجناحي الى المركز الاول الى الصدارة الاولى امحمد بن طباز بدودا العامري حسمها حسمها لكن بشار خادما بعبيد بن خميس بسم المنصوري مع المركز الثاني ولكن السلام هذا الابتاع هذا الابتاع الجميل من انطلاقة شاهين وشاهين في عاصمة الميادين يتقدم ويبدع امام المشاهدين هذا هو شاهين وهذا هو ابداع طار بالمركز الاول وحلق بابداع جميل لكن الخطورة من المركز الثاني من بشار عبيد بن خميس بسم المنصوري يحقق هالمركز الثاني بهجوم مكثف بهجوم مكثف لكن شاهين هنا مع هذا الاندفاع الجميل هنا بهذا الانطلاق الجميل هنا هنا مع هذا الابداع الجميل مشكور يا مالك شاهين ومشكور يا طباز بن محمد العامري مشكور 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 ابدعت وامتعت بابداع جميل بانطلاق مميز تهانين والناموس لمالك شاهين محمد بالطباز بالدودة العامري المركز الثاني هناك مع المركز الثاني بشار عبيد بن خميس بسم المنصوري المركز الثالث ما يخاف سويدان بن عبيد سويدان العامري المركز الرابع كان هناك مع المركز الرابع المختبر مبارك بن عبدالله بن منينة الشامسي والمركز الخامس اسراب محمد بن علي بن روضة المنصوري يا سلام يا سلام على هذه المنافسة الجميلة والتحدي الرائع شاهدنا منافسة قوية للغاية مع هذا الشوط وشاهين استطاع ان يحقق هذا الانجاز الجميل لمحمد بن طباز عزب الدودة العامري والتوقيت تسع دقائق اربعين تانية وجزءا واحدا من الثانية تهانينة والناموس بينما حصل على المركز الثاني بشار عبيد بخميس بالسم المنصوري من حصل على المركز الثاني هنا بهذه الانطلاقة الجميلة اه وصدت تنين واربعين تاني اه اه ارحدنا اثنين اثنين والناموس المركز الثالث هناك مع ميخاف سويدان بعبيد سويدان عامري والتوقيت الزامنية 9 دقائقين 40 ثانية 4 أجزائين من الثانية تهانين والناموس